اشتركوا في القناة والاجتهاد في بعد عن كل ما هو شك في أن يكون مفسداً للعبادة مجرد شك فكانوا يمنعون الدهون ويحكمون بأنها مفطرة لو تنويلت أو استعملت في الصباح الباكر من نهار رمضان مثلاً دهن الزيت دهن الشعر بالزيت كانوا يظنون بأن البشرة بشرة الرأس يتسرب من خلالها الزيت ويصل إلى الحلق لكن الآن ثبت علمياً أن هذه المسألة غير ممكنة معناها المنافذ التي يمكن أن يصل من خلالها شيء من الدهون أو من غيرها إلى الحلق هي العين الأذن الأنف الفم أما المسامات الجلدية سواء كانت رأسية أو وجهية أو أي مكان آخر فهي ليست منافذ من خلالها يصل شيء إلى الحلق فمن ثم الحكم الجديد في الدهون واستعمال الزيوت أنه لا تفتر ولا تفسد الصيام لكن الذي يستعمل هذه الزيوت يعني احتياطاً احتياطاً بالنسبة للزيت خاصة العلماء قالوا المرأة إذا كان ولا بد من دهن رأسها فلتستعمل ذلك بعد العصر معنى ذلك الوقت ما بين العصر والمغرب حتى وإن تسرب الزيت لا يصل إلى الحلق أما وقد لا هذا غير ممكن فقات الدهون الأخرى المراهم التي يستعملها الإنسان في وجهه لاتقاء حرارة الشمس وما إلى ذلك أو لترطيب البشرة عند السيدات فهذه المراهم لا تفتر إذا بقيت في حدود الوجه ما لم يتسرب منها شيء عن طريق الفم أو الأنف أو العين فإذا لم يصل شيء منها إلى الحلق فهي ليست مفسدة للصيام أما إذا دخلت من أحد هذه المنافذ وأحست السيدة وأحست المستعمل شيئا من ذلك في حلقه وابتلعه فهذا يقضي يومه والله ولي والتوفيق وربي يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر